الأنباء التي ترد إلينا أن هناك قصف عنيف على منطقة خان يونس واستهدافات في هذه المنطقة هل هذا القصف الذي يصبق دائماً الوصول إلى الهدنة أم هناك استهداف معين في هذه المنطقة خان يونس؟ الأهم خططة من قبل الهدنة يمكن الهدنة يعطلت بس هو بيحاول يعمل بعض التقدمات البرية في مناطق الشرق خان يونس وبيعمل أحزمة نارية في منطقة القرارة بمسهلة خزاعة عبسان اللي هي المناطق اللي في الشرق هي مناطق مش كسيفة سكان لكن هي منطقة الدخول اللي لم يأتي من الصور الفاصل أو من أراضي اللي هي من المستوطنات يدخل من مناطق الشرق خان يونس ولكنها كده أقرب إلى الجنوب بالزبط هو خان يونس كله أقرب للجنوب لكن خان يونس الكتلة السكانية بيتميل للغرب اللي هي فيها مركز خان يونس في الغرب في تجاه البحر الشرق مناطق زراعية فيها مناطق صحراوية وفيها بعض القرى فهو بيدخل قواته دخل ممكن مئة متر مثلا أو أكثر أو أقل بيحاول دي اللي دي بيسموها شيبينج وفوبريشنز اللي هو عملها في الشمال اللي هو يبتدي أنا عايزة أزيل للحتة دي عشان الدبابات تعدي أنا عايزة أشيل للحتة دي عشان ما بتوفرش المشاهدة من خلفها عمليات الاستطلاع عشان ينزل بقوات برية وتبتدي أعبالما قوات البرية تتقدم يكون التاني بيحرق لها الأرض يأتي من الشرق إلى الغرب فكل دي خان يونس لكن مركز خان يونس يعني فيه تلاتة أربعة كيلو فيها المناطق اللي احنا بتكلم فيها قط طبعا عرض القطاع في الجنوب أعرض من الشمال يعني الجنوب ممكن تكون من 12 ل 15 كيلو في الشمال من 6 مثلا ل7 8 كيلو يعني لو شفنا خريطة غزة حلاي المناطق شمال وادي غزة المسافة ما بين البحر والشرق أقصى الشرق الخريطة على الشاشة اه بزبط اي باين اي يعني بص مناطق الشمال عاملة ازاي بدي جدا في مناطق وادي غزة ثم بتنزل تتسع في مناطق خان يونس وتتسع لغاية تحت ممر فديل في صلاح الدين فهو بيعمل في خان يونس يأتي من الشرق يعني بيحاول المنطقة دي يحرقها أو يخليها ويشتغل أحزامة نارية هي منطقة مش كسيفة سكان بالمناسبة نعم وصولا انه هو يعمل تمركز لقوات في منطقة من مركز خان يونس اللي هي فيها مدينة خان يونس وفيها كدلة سكانية تكون مثلا من ثلاثة الاربعة كيلو كل هذه الخطط والافكار من اجل القضاء على فصيل مقاوم ام لاحتلال هذه الارض كلها؟ ما هو بيحتل ما هو بيحتل عشان يبتدي يفتش هو بعد ما ما لقاش حماسه فهو قال لك هما اساسا موجودين في خان يونس وحيروح خان يونس وما لهمش هقول لهم موجودين في رفح بس الغرض هو جعل غزة بالكامل غير قبل الحياة والمخطط واضح رموا منشورات تحركوا الجنوب المعظم اللي تحركوا راحوا خان يونس بالمنشورة دلوقتي بيرمي على مناطق الشرق خان يونس منشورات على الاربع مناطق اللي قلناها عبسان وخزاعة والقرارة تحركوا غربا عشان يوديهم لقلب خان يونس بعد كده اكيد حيستهدف خان يونس بس الرغم كل ما فعلوا في الشمال حتى وصل الى هذه المناطق ما زالت هناك اعداد ليست بالقليلة موجودة في الشمال فيه اه طبعا بس دول اللي هم قال لك مش هنمشي من هنا يعني هم بيرعشوا جد مدنيين لكن هم خدوا قرار قال لك عن يعني لو فيه متن متن تقريبا 30% لم ينزحوا فيه ما يقرب العرقم يعني مختلفة لو 30% تتكالف اكثر من 300 ألف هناك ارقام اكثر قليلا ممكن يعني بقول لك لو 30% يبقى بتتكالف 30 ألف نعم طيب قول فيه 700 ألف نزحوا الخان يونس على 500 ألف دقريبا في خان يونس مسلا واكتر يعني انت بتتكالف مليون واثنين من عشر فالمخطرة بحياة مليون واثنين من عشر في نزوح جديد واحنا شوفنا النزوح اللي في الشمال حصل استيدافة أثناء النزوح يعني الصورة جات على الشاشات التلفزة الدبابة بتضرب عربية مدنية بدون جريرة يعني لم يختار رجل وبتتزحف كل الدنيا وما حدش حاسب حد يعني فاحنا بنتكلم على النزوح القادم إلى أين ومش ممكن ينزح شمالا ولسه فيها عملات في الشمال طب لو نزح جنوبا انت يعني تحط كل هذه الأعداد في هذه المساحة الصغيرة مليون ونص أو مليون وثمانية من عشر لو افترضنا أن فيه ناس بقت في أماكنها في مساحة صغيرة طيب الجانب على الفكرة الرفع بتبقى المنطقة اللي هي على الساحة مش كل الطول اللي هو الواربعتاشر كده طيب ألا يمكن أن تكون أفكار مضادة لهذه الفكرة من خلال التفاوض الذي يتم على المحتجزين أن يتم وقف هذا التهجير محتجزين بمحتجزين المحتجزين دلوقتي هي واضحة واضحة كان قاد التفاوض محتجزين بمحتجزين وهدن مع العلم الجانب السريعيلي محتاج لهدن هو الجانب الإسرائيلي طبعا القوات مرهقة يعني احنا السور اللي بيعرضها أعلام كتاب عزيزين القسام وصلاة القط طيب ما هو الناس دي تحت نيران مش نيران يعني مستمرة زي ما الجانب السريعيلي بيعرضها الفلسطيني بس النيران الغير مستمرة دي أصعب إن الجو هدوء فجأة بيطلع كونة يدمر حاجة أو بيطلع قنص مش واخد وضع الاستعداد دائما فده ده ده يعني بيسبب آآ رعب بانك للجنود فهو محتاج محتاج ثلاثة الإمداد تكون ثالثة يعني دخل ما هو من زي ما طب فلسطيني هيدخل والوصير قالي لي مش هيدخل 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 إمدادات دي